أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على جذب الكثير من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة مشروعات الطاقة النظيفة، لا سيما في مشروعات الهايدروجين الأخضر جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي وذلك لاستعراض العروض العالمية المقدمة لإقامة مشروعات الهايدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شكرا